اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة جديدة طبعا عنوان هذه الحلقة هيكون متميز في عدة فقرات فيه هيكون فيه تحليل فني لدو جونز ماذا سيفعل بعد كل هذه الارتفاعات ايضا عنا وقفة حلوة وجديدة وهي افضل ناطحات سحاب جديدة في العالم صعيدة سنتعلم عن ناطحات سحاب كثير جميلة بالعالم وايضا عنا كم بريطاني يعيش في الامارات وابرز الرؤسة التنفيذيين البريطانيين في الامارات والمواضيع اخرى رح نبدأ من الابراج وناطحات السحاب مشاهدينا طبعا افضل ناطحات السحاب الجديدة في العالم سأتكلم في هذه الفقرة عن هذه الابراج طبعا بالبداية بدي اقول انه بيصير فيه منافسة كبيرة جدا بين مكاتب الهندسة المعمرية لابراز برج كبير جدا يكون مميز ويلفت الانظار طبعا ابراز جديدة دائما في العالم هنتعرف عليه هابدأ من لندن عاصمة الضباب فيه برج مشهور جدا ومعروف وهو زجارت البرج من زجاج لاحظوا علوه اكتر من 300 متر وظهر هوني عم شاهده على الشاشة على اليمين صورته وهو اعلى برج في الاتحاد الاوروبي طبعا على برج في الاتحاد الاوروبي ومن ابرز الابراج اللي في هذه الفترة الاخيرة لفت الانظار خصوصا بطريقة تنفيذه واخد شهرة واسعة برجع مرة تانية بشهد البرج المهم جدا بذكر هون ان الطوابق الخمسة عشر الاخيرة ستكون اماكن عامة بس تتعطوا انكم نشوفوا لندن من فوق انشهد المدينة وشارد الى معنى هذه الكلمة اوزو شارد وهي تعني القطع الاسرية المكسورة من الاواني الفخرية اذا هذا هو ابرز برج حيكون في الاتحاد الاوروبي طبعا في حدة ابراج مشهورة بالاتحاد الاوروبي بفرانكفورت كمان في البرج برج من شاهد البنك المركز الاوروبي ولكن برج عادة نسبة للأبراج الاخرى ولكن في ابراج مشهورة هنت تعرف عليها حاليا نحن فقط نتقلم عن افضل ناطيحات سحاب جديدة مش انه موجودة وعم نكررها مع جديدة الصورة التانية اللي راح نشاهدها وهو هذا البرج المهم جدا من فيينا طبعا فيينا مدينة جميلة جدا ومن اجمل المدن العالم هادي فيينا دي سي تاور وان نشاهدها الصورة يمكن صورة مش كتير واضحة تبرز مضبوط البرج ولكن البرج علوه 250 متر ونحن مش عم نتكلم نحن لنا نتكلم عن الترتيب بعلو البرج او بارتفاعه فقنا نتكلم في قدة نواحي يخدينا لانه مش فقط الاعلى وعم نقول عم نقول الافضل وليس اعلى النطيحات برج على برج فيينا اطول مبنى في النمسا 250 متر دي سي تاور وان فيينا عاصمة جميلة جدا ومدينة رائعة خصوصا مشهورة المدينة بالشوكولات طبعا والمقاهي بالعاصم الصين اذا شيراتون هوتشو هتشوفوا هذا البرج في الصين شكله مميز جدا مثل ما ذكرت طبعا هون الصين شكله يشبه حدوة الحصان نلاحظوا كمان المياه اللي بتحوت هون بجانب البرج اذهب الان الى الامارات برج مشهول اللي بيتجول دائما على المارينة في دبي هناك برج يلفط الانظار بين كل الابراج طبعا الابراج موجودة بكترة بمنطقة المارينة ولكن في برج اكيد كلكون اللي زار المارينة بيشهد البرج البرج هو ملتوي وهيدا البرج بمنطقة المارينة برج كيان اكتر من 300 متر 300 متر هون برج كيان 310 امتار كلف مليار درهم هو اطول برج لو لبي في العالم يعرف ايضا باسم تاني اسمه انفينيتي تاور ويتكون من 80 طابق طبعا بيتميز بشكل ملتوي بيقلل كوى الرياح متل ما معروف انه بالابراج مهم جدا وقته بيكون عم ينبنى برج قوة الرياح او مسمى بلغة الفرنسية البرج الطويل جدا على العالي بيصير فيه له حسابات قوية متل ايضا الابراج للهز الارضي يعني بيخطوا بالاعتبار اسناء تسليح البرج من قوتين اللي هي قوة زلازل وايضا قوة الرياح لانه الرياح ايضا ممكن انه البرج على العالي على طوابق الاخيرة انه سير فيه تقوص قوي جدا واوقات بيتقبلوا انه يزيح اكتر من حدود ال 15 سنط 20 سنط مقبول انه يروح على اليمين او يروح على جهة اليسار مش هناك بيسي فيه تسليح خاص للابراج اللي من تتخطى ارتفاعات معينة ومن بعد هذه الارتفاعات بيخطوا بالاعتبارات هذه الحسابات الهندسية لتسليح البرج طبعا منطقة المارينة هي منطقة جميلة جدا بدباي ممتلئة بالقهاوي وايضا الكافيات ومن ابرز المناطق المطاعم ايضا من ابرز المناطق في دباي سنتوقف مع ستينغ واتابا منحل من الإمارات أذهب بعيدا جدا إلى سيدني إلى مش العاصمة الاسترالية مثل ما بتعرفوا سيدني منع عاصمة كامبيرا هي عاصمة استرالية ولكن دائما هناك جدل كبير بيصير فيه غلط بيعتقد الناس ان سيدني هي عاصمة استراليا سيدني مش عاصمة استراليا ولكن بيذهب إلى سيدني هي العاصمة الاقتصادية الأسترالي. وأبرز مدينة أسترالية. سلسل إلى سيدني. هناك One Central Park East. هذا البرج اللي ظهر على اليمين. شكل البرج بيتميز بحضائق عمودية في كل طابق. طبعا. البرج موجود معامل شهد هنا. الحضائق موجودة ملفلفة على البرج. طبعا هذا بسيدني. بذكر أنه سيدني ضحيتها في بعض ضوحة المهمة جدا مثل ليفربول. وسيدني من المدن التي تزداد أهمية. لو حتى بعيدة عن المناطق. ولكن سيدني هي مركز كبير جدا. وجهة مربوطة بالطيران من جميع تقريبا الوجهات العواصم الأسيوية. خصوصا ما يزب من هنا إلى أسترالي. سيتوقف بسينجابور أو يتوقف بماليزيا أو بمحطة قبل ما يتابع من إلى منطقة سيدني. برجع بيذهب إلى أزربيجان. هنا فلم تاورز. لاحظوا أشكال التاورز. هادي أطول ناطحات سحاب في أزربيجان طبعا معروفة جدا. فلم تاورز. أصلا بس دخلوا على العاصمة المعروفة جدا أن أزربيجان بأنه في عنا بلاد الاتحاد السوفيت السابق مثل أزربيجان وكازاخستان أوزباكستان. هؤلاء كلهم خرجوا من الاتحاد السوفيت السابق. جمهورية الاتحاد السوفيت السابق وجمهورية غنية بالنفط. أزربيجان بالتحديد. من هالبرج فلم تاورز. خلينا نذهب إلى البرج آخر أيضا مهم جدا. لاحظوا الرسمة الهندسية. دائما في تنفس بين هالمكاتب الهندسية. هتعرف على برج مهم جدا. هيكون بموسكو طويل جدا ومعروف بكل هال بموسكو أو بماسكفا حسب اللغة الروسية. وميركوري سيتي بضم 2 ميستو المصاعد السريعة جدا وعالية السرعة 23 قدم. هاي دي العاصمة الروسية موسكو. بتذكر هون انه بموسكو هي كمانة مدينة تتميز بالأبراج بقوة. رغم انه في كمانة الغبات. طبعا روسيا مثل ما نعروف مسيحتها ممتلئة كثيرا بالغبات. وروسيا هي أكبر بلد في العالم. والأبراج أيضا مشاهد أبراج مستمرة في أبراج في بيرغاس بروم الشركة الروسية الغاز وعدد شركات أخرى والغلاء على سيرة الأبراج الغلاء بالأسعار من كان سكن أو شراء بيت بموسكو بوسط موسكو هي الأعلى بالعالم. من كتير أن البيت يصير ب15 مليون دولار و10 مليون دولار ارتفاع قوي جدا وغلاء للمعيشة عالي وخصوصا أيضا في الفنادق بس عم بتكلم عن موسكو بالتحديد مش بكل المدن الروسية ولكن تقريبا بوسط موسكو بالتحديد طبعا بتكلم من وسط موسكو مثل الكريملين أرباط ستريت اللي هي من أشهر الشوارع أرباط ستريت من أشهر الشوارع بالعاصمة الروسية أرباط برجع بتابع بنفس الصورة هون بزب إلى سنجابور وهون منشهد هون إردمور ريزدنس يستخدم أنظمة كافق للمياه والطاقة كمان هون شي جديد بسنجابور طبعا مع أبرز وأفضل ناطحات سحاب جديدة في العالم آخر برجع هتعرف عليهم واحد موجود بتشيكيا تعفون في تشيكوسلوفاكيا اللي صارت دولتين هي تشيكيا وسلوفاكيا تشيكيا عاصمتها براغ العاصمة الجميلة جدا وخصوصا مع جسر اللي اسمه بونسانشال المشهو جدا وأيضا سلوفاكيا اللي عاصمتها براتسيلوفا وبتشيكيا طبعا وجودة أكتر على الساحة العالمية معروفة أكتر من سلوفاكيا رغم أن سلوفاكيا أيضا بلد جميل برجع بزب إلى تشيكيا لاحظوا البرج اللي عم نشاهده كمين مميز اللي هو A-Z Tower A-Z Tower A مع Z و Towers هذا هو الطاور اللي عم نشاهده هون وتحت الصورة الأولى عم بالصين وهيدا برج تور كارد ديم عم شاهد هيدا البرج اللي هو تقريبا مش شكله برج ولكن صار يسمى برج نسبة لارتفاعاته هو أكتر الرسم المعماري والهندسة أخذ العرض بكوة ولكن عالي أيضا من الصعب تنفيذه لما بيكون عريض جدا البرج وعالي أيضا بنفس الوقت بيطلب حسابات هندسية معقدة نوعا ما طبعا حاليا فيه برامج كتير للهندسة بتنفذ هالأبراج وخصوصا مكاتب الهندسة للديزاين أو للتصميم ومنشاهد أيضا عن تنفيذ أي مشروع بيكون فيه client representative أو بمثل المالك وأيضا فيه مكاتب استشارية هندسية عالمية بترئب المتعاحد أو general contractor المقاول العام أيضا بيكون فيه subcontractor أو اللي بيلتزموا من المقاول العام وبتأتي كل هالتنفيذات باجتماعات يومية بتكون على site meetings وبكون في minutes of meeting أو كله بيصير بيتقرخ كل كلمة بيقولوه أثناء الاجتماعات وبصير فيه جادل طبعا هون المهانسين عم نشاهدوا بيعفوا مضبوط عن شو عم نتكلم نخرج تقريبا من الأبراج وحاتوقف مع Sting وأتاب مشاهدين نصل إلى فقرة نفصل البرنامج حلقتين سنتوقف مع بعض الفواصل سوما نعود نحن دائما نتحدث عن طبعا عدة مواضيع في هذه الحلقة موجود فيها تحليل فني وموجود فيها أيضا نطيحات سحاب ومواضيع شيقة ابقوا معنا مشاهدين من الأبراج أذهب إلى طبعا بريطانيا والإمارات علاقة أديمة جدا وعلاقة وصيقة وعلاقة ودية سنشاهد الجالية البريطانية في الإمارات وأيضا في زيارات كثيرة من الإماراتيين إلى لندن بيع التحديد سريعا جدا لندن بريطانيا والإمارات مئة ألف بريطاني يقيمون بالإمارات جالي كبير جدا بيعملون بالإمارات عمشيت كمان أيضا بنفس الوقت خمسين ألف إمارات بيزوروا بريطانيا سنويا وبيزور الإمارات غير المئة ألف الموجودين في تقريبا مليون بريطاني بيعودوا كل سنة إلى الإمارات وبيزوروا برون يعني تقريبا أنه مئة ألف موجودين مليون بيأتوا وبيزهبوا وخمسين ألف إماراتي أيضا بيحبوا يذهبوا إلى بريطانيا وبالتحديد لندن من هم هال مئة ألف أبرز طبعا بريطانية حسب مجلة أربيان بزنس صار في تصنيف لأقوى مئة خمسين بريطاني بالسيويات أو برؤسة التنفيذيين لشركات الإماراتية اللي هستعرضت بعض الأسماء السريعة تيم كلارك هون رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات إمارات فلاي إمارات هون هم نشاهد تيم كلارك اللي قديم جدا مع طيران الإمارات وأبرز من أبرز الشخصيات طبعا هون معروف جدا 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 اختارته قريبا بزنس كأهم أو أقوى بريطاني في الإمارات برجع بذهب إلى رئيس تنفيذي لبنك أبوضابي الوطني اللي هو أليكس تيرسبي هون كمانا بذكر هون أنه نبي اي دي أو بنك أبوضابي الوطني من أكبر بنوك طبعا الدولة ومن البنوك الكبيرة والقوية جدا برجع بذهب من الشخصيتان بعد أن يمكن رجع شاهد الشخصيتان هون كمانا بول جريفس الرئيس تنفيذي لمطارات الشخصيات وألن روبرتسون اللي هو رئيس تنفيذي لشركة جونز لانج لسال اللي هي الاستشارات العقارية فرع الشر الأوسط وأفريقية هون بذكر هون أنه جونز لانج لسال من أبرز الشركات اللي بتاع التقارير عن وأبحاث عن الوضع العقاري في المناطق ومن شهد دائما أنه تقارير بتكون دورية وبصورة مستمرة بتعطينا فكرة أكتر عن الكتار إذا كانوا أهم من الشخصيات البريطانية مع جالي بريطانية تعرفنا بهذه الفقرة أيضا عن قوة العلاقة بين الإمارات وبريطانيا رح إذهب إلى بعض التحليل الفني وخصوصا على الدوت جونز طبعا الدوت جونز وصل لمستويات عالية جدا أول شي بس لحشهد الصورة لاحظوا الارتفاعات هالسنة أحمر أخضر 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 أحمر إذا هايدي كانت حصيل تاسينة رح إرجع شاهدوا الصورة بس مش هلأ بس لأقوة تذكر شغلة أنه نتناول المؤشر الدوت جونز المؤشر الأمريكي طبعا المؤشر معروف جدا وهو الأكتر شهرة في العالم رغم أنه أشهر من ستاندر أنت بورس خمسمائة ولكن حسب الجرائد وحسب المتابعين والمحللين بينظروا له قبل الدوت جونز ولكن نحنا والعالم كله بيعرف حاصص حركة الدوت جونز خصوصا العرب أكتر من حركة ستاندر أنت بورس خمسمائة في هاكي أسهم عربية أو في إشهة مثلا سيتي جروب سيتي بانك على طول المتابع من العرب في أسهم نوعا ما بين هليني أسهم عربية يعني عنده جمهور عربي بينتها المؤشر اللي هو الدوت جونز وصل على المستويات متى يصحح الدوت جونز بعد المستويات القوية كان في قمة سابقة من قبل اللي هي 14198 أو 14200 اخترقها وما رجع عمل لها تاست أو ما رجع عمل لها اختبارات ماذا سيحصل هنشتكي الصور هرجع إلى الصورة الأولى طبعا هذا الدوت جونز منذ بداية السنة لاحظوا الشامعة بالأحمر هي شهر يناير الشهر الأول من السنة كان سيء وكان يعني هون خرق العادة ولم يكن جيدا أبدا وشاهدنا هبوط من 16400 إلى تقريبا 800 نقطة إلى 15650 يعني أول شهر كان فيه تقريبا 7800 نقطة رح نضل على نفس الصورة ولكن قبل بدأون أنه الشهر الأول من السنة كانت بالسابق كان يكون جيد اجه هالسنة وخرق هالعداد برجع لنفس الصورة لاحظوا فبراير كيف فورا رغم أنه سجل مستويات تحت مستويات فبراير يناير عفوا وصل إلى مستويات تحت 15400 ولكن كانت شمعة قدرة كبيرة جدا صعد فيها رجع تقريبا أيضا حوالي 900 نقطة إذن ماذا حصل بيناير وفبراير هبط 700 نقطة تقريبا 800 نقطة ولكن نزل تحت أكثر من الشهر الأول رجع الشهر التالث والشهر والشهر الخامس عم نشوف التزابل نوعا ما خف عن أول شهرين يعني بتشاهدوا بالشهر التالث كميلا في عنا حوالي 200 نقطة الشهر الرابع لاحظوا شكل الشمعة طبعا هي شكلة همر ولكن لا أستطيع أن أكون بعد اتجاه صاعد أن يكون بيسموه هون الرجل المشنوق ولكن بعده مش واضح جدا لأنه بدي يكون في سلسلة اتفاعات طويلة جدا قبل وقتت الشمعة الشهرية اللي نحن فيها سأتوقف مع ستينغ واتبع دو جونز منذ سنة 2013 نحن شاهدنا منذ بداية سنة نوعية الشموع شموع هي شهرية خلين شاهدوا أنا بال2013 ماذا حصل لاحظوا بال2013 هالصعود من بداية 2013 من 13 إلى 1500 صعود لاحظوا أخضر أخضر تقريبا خمس شموع متتالي شمعة وحدة حمرة رجب عني وحدة خضرة وحدة حمرة كبيرة وبعدين رجع صعود مرة جديدة في 2000 نقطة تقريبا بسنة فقط 2013 لأنه لاحظوا كتبت 2000 نقطة منذ بداية السنة إلى نهايتها لاحظوا كيف كان الاتجاه رجع بسنة 2014 شاهدنا قررنا بين اثنين إذا بال2013 في 2000 وثم بال2014 نحن تقريبا عم نشاهد كمان في تقريبا 1000 هذه كانت الحصيلة من 13500 ل 16600 هؤ 3000 نقطة 2000 بال2014 لأنه في 1000 تقريبا منشاهد كيف حينتهي برجع بذهب إلى الدو جونز بتاريخ آخر يعني حنشاهد هون كيف نهار الدو جونز دو جونز بال2009 هون حبينا ناخد بين 2007 2009 لاحظوا كيف كنا عنا ارتفاعات لاحظوا حجم الهبوط شموع متتالية والانهيار حصل طبعا بال2008 مع الأزمة العالمية هبط من 12000 بقوة إلى 6200 ولكن آخر قمة كان سجلة 14200 لل6000 تقريبا و200 6300 هون عمشيت فيه انهيار بحوالي 8000 نقطة إذن الانهيار بحدود 8000 نقطة للدوت جونز كان القمة القديمة قبل الأزمة العالمية القمة المهمة جدا اللي هي في 2007 كانت 14200 وبالتحديد 141998 رجاء صار للمستويات اللي شاهدني خيالزها بلق بالتدقيق بين المنهبط وكيف ارتد فورا عم بصير فيه ارتديلات منشاهد سوى طبعا بالأزمة دائما اللي أنا أتكلم لاحظوا الهبوط اللي أشارنا إله اللي هي 8000 نقطة من أول السهم اللي عم بتشاهدوه إلى القاع اللي عم بتشاهدوه بعدين صار فيه على مدى تقريبا 8 شهر إذا بتعدوا عدد الشموع كل شهر وشمع شمع تقريبا 9 شمعات 9 شهر عم شهد الصعود من إلى مستوية فوق 10,000 يعني يلي أثناء الأزمة عمل شورت أو بيع الدو جونز عندنا مكاسب بألاف النقاط ثم لمن شهدو 6200 7000 حتى رجع الشتري أو عكس كمان عم نشهد كمية النقاط المحققة هاي دي كيف نهارت دو جونز في الأزمة العالمية بعدين بدي شهدو منذ الأزمة إلى الآن لاحظوا حجم الضلع اللي عم شهدو القمة السابقة بال 14 200 شهدتوها هبط بالأزمة العالمية وصل مرة جديدة عن 14 200 وتابع لاحظوا طول هذا الضلع والموج الصاعدة من 6200 فيه تقريبا عم نتكلم بهون حاليا عم نشاهد كمية الارتفاعات الكبيرة حوالي 10,000 نقطة أكتر من 10,000 نقطة صعود 8,000 نقطة هبوط يعني باختصار كان 14 200 هبط 8,000 وحاليا صعد مش 8,000 10,000 دو جونز بكلمة وحدة 14 200 هبط 8,000 وصعد 10,000 إلى الآن هيدا كانت اختصار حركته قبل الأزمة مع الأزمة وبعد الأزمة الآن هيدا كان كل شي عن دو جونز هنغلق الدو جونز واذهب إلى أبل وفي نهاية الحرقة مشاهدين اخر فقرة صغيرة هتكون عن سهم أبل ونشاهده كيف تحرك أبل خصوصا بعد وفاة ستيف جوبس واستلام تيم كوك وانزال الآيباد ولكن الثورة بالسهم مثل ثورة الشركة يعني السهم ارتفع كبير جدا مع تنزيل ثلاث منتجات مهمة جدا وهن طبعا الآيفون بكل الأجيال تبعه الآيباد أيضا بالأجيال والآيبود إذن ثلاث أجيال أي كانت والماك طبعا أربع منتجات هن مع أجيال لبعهم هن صعدوا بالسهم وصعدوا قوية بالشركة لاحظوا مثلا بال2011 عمشيد السهم اللي اتحرك من الثلاثمية تقريبا بالجولاي 2011 وصل 700 يعني أكتر من 700 وهالشي كان بسبتمبر 2012 كان الرقم الكياسي رقم كياسي أعلى رقم على الإطلاق سجلوا سهم أبل برجع هبط مرة جديدة أبل إلى مناطق مش 300 وصل لـ 400 طبعا مع كمان مرة جديدة يحاول هلأ يعود إلى 600 طبعا أبل تمتلك شركة تمتلك كاش كبير جدا وعند صار عبق نوعا ما عليها ستستعمل بعد الكاش لترجع تعيد شراء بعض من أسهمها التغييرات كبيرة صارت بالسنة المال السنة بالسنة من سنة تقريبا على المراكز العالية ولكن بعد تيم كوك هو الرئيس استقدم أيضا شخصية مهمة جدا وهي الرئيس السابقة لشركة بيربري وحاليا هي موجودة بشركة أبل واستلمت منذ فقط عشرة أيام ومن أبرز الشخصيات في مؤشر فوتسي البريطاني اعتبرت طبعا وممكن كثير من تأتي دفع لشركة أبل أيضا أبل يمكن وسامسونج صراع مستمر إن كان بالمحاكم أو كان بجذب العملاء هذا كان كل شيء لأبل آخر فقرة بدأنا فيها البرنيمج مشاهدين أصل إلى نهاية البرنيمج تبعا بتذكر بعد هذه الحلقة بموقع الإلكتروني للقناة cnbcarabia.com فيكن تشوفه أرشيف حلقات السيبة أيضا بتذكر بالإيميل التواصل معي briefcase cnbcarabia.com jhowat alpari.ie كمان أنا موجود أي أسئلة بتحبو أنه ترجعوا تسألوني موجود بصورة مستمرة أيضا على تويتر at joe anderscore alpari.me وبتمنى نكون الحلقة نيلة أعجبكم شكر موصول للمخرج جنح كنز وشكر خاص جدا أيضا على السي جي سيدة فرح الموسوي شكرا مشاهدين بتاع معكم بحلقة مقبلة